بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الكورس رح ناخذ مادة الماتلاب الماتلاب هو عبارة عن package اللي هي قريبة من لغة البرمجة هو بي لغات برمجة لكن هو بالحقيقة مبدأ أساسه يعتمد على functions أي الدواء الماتلاب اللي هو مختصر Mathematic Laboratory يعني مختبر الرياضيات هو صمم أصلا لعمل جميع الدواء الرياضية بحيث تصير من السهولة أنه تقدر تتعامل ويا أي دالة رياضية بـ command بأمر واحد بسيط بس هو مو مثل بقية لغات البرمجة بقية لغات البرمجة مثلا C والفورتران وإلى آخره هاي لغات البرمجة تعتمد أكثر شي على إعازات لذلك من تريد تسوفت أي شي بسيط مثلا ضرب مصفوفتين مثلا رح تشوف كل شي من الصعوبة أنه برنامج تكون من سبع خطوات وسوى ثلاثة لوبس على مد تقدر تسوي أنه ضرب مصفوفتين هنا بالماطلاب لا من السهولة جدا أنه يتعامل وهذا شي مجرد تدخل القيمتين للمصفوفة مجرد رمز اللي هو الضرب رأسا مباشرة يضربها لذلك الماطلاب كل السهاب سهل التعامل وياه وكلش مفيد للمهندسين قابليات كلش حلوة مثلا كل العمليات الرياضية يقدر يسويها أي خوارز مية يقدر يصممها يقدر يتعامل ويا داتا كلش هو يقدر يسوي فد موديل رياضي لأي سيستم كان يحلل الداتا يتعامل ويا الفيديو كلش مفيد بشغلات الجرافيكس والفيقرات الخاصة بالإنجينيرينج وكذلك لبناء أي انترفيس وياه أي دال لكاند لو نجي هسه هنا نشوف أو نشغل البرنامج ونشوف مكوناته لو تلاحظون هذا هو البرنامج لشوفوا هذا هو البرنامج مات الماتلاب من أريد أشغالها شنسوا مجرد دبل كليك عليه راح يبدأ يشتغل طبعا راح ياخذ وقت بينما يشتغل هذا الماتلاب ذا تلاحظون يبدأ يشتغل طبعا السرعة ما يعني عمل أو 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 يفتح البرنامج يعتمد أولا على سرعة الحاسبة ماتتك وعلى البرجن مات الماتلاب على فكرة الماتلاب كل سنة ينزدون في البرجن جديد ليش ينزدون كل البرجن جديد لأن هم محتمدين أصلا على دوال كل سنة ينزدون دوال جديد فينزدو بالبرجن الجاي وهكذا لذلك كل سنة ينزدون في البرجن جديد بدوال جديدة المن للبرامج من راح يشتغل الماتلاب راح تلاحظون كم شغلة بي اللي هي أولا عندي شنو هنا لو تلاحظون عندي الكماند ويندو داشوفون هاي كاماند ويندو الكماند ويندو هنا تكتب كل الكماند ماتك اي امر تريد تكتبه او اي عملية تريد تسويه هنا تكتبه وراح يطلع لك الناتج مالته هنا مثلا خلنا افتروا خلنكتب مثلا اكس تساوي لي مثلا رقم خمسة من ادوس انتر رح رأسا يغزل لك المتغير اللي هو سما سما اكس يساوي لي يساوي خمسة رأسا خزان الكياه وطلع لي الناتج انه اكس تساوي خمسة هذا هو شنو الكماند ويندو على فكرة اذا انت ردت مثلا من اقول لي مثلا اكس تساوي مثلا او خنقول مثلا واي تساوي عشرة ما هريد انا من ادوس انتر اريد تنخزن كمتغير لكن ما هريد يطلع لي الناتج عليما على الكماند ويندو عشاش اقدرش اسوي على مدين تنفذ البرن الايعاز بس بنفس الوقت ما يطلع لي عشاشة بس تخلي فارزة من قوطة شرح يصير من ادوس انتر رح يتنفذ لي عشاشة لكن شنو ما رح يطلع عشاشة بس هو ينخزن انه الواي قيمته عشرة هذا هو مدى الكماند ويندو اللي هو نكتب بيه جميع العمليات مالكنا نيجي الى شي اخر اللي هو الورك سبيس اللي دا شوفوا هذا هو الورك سبيس الورك سبيس شنو فاقته فاقته انه شك متغير انت تكتب هنا تطيق قيمة رح يخزن هنا شوفانا ايش خازن خازن الاكس جد منطي مطي قيمة خمسة وش خازن كذلك الواي جد منطي مطي قيمة عشرة لذلك اي متغير تكتب هنا مثلا زت وساولي مثلا عشرين فارزة من قوطة انتر شوف سوا خزن زت قيمة عشرين اذا الورك سبيس شنو فاقته تخزن المتغيرات اللي انت تتعامل الوياه الـ variables اللي انت تتعاملوا بقى شعندي عندي الـ current folder الـ current folder شنو يستعرض لك جميع شنو جميع الفايلات الموجودة بالفولدر اللي انت تتعامل بيه هاي الفولدرات مثل انت وانت تشتغل بيها فولدر شكوا فايلات بيه يستعرض الكيام على مدد سهولة انه تتعامل او double click على اي فايل يقدر يشغل الكيام مباشرة هذا الـ bar اللي هو يمثل للـ path اللي هو يمثل للـ path مال هذا الـ current folder هذا يمثل للـ path مال هذا الـ current folder لذلك اذا ردت انتقل لأي فولدر اخر مجرد منها اروح واختار الـ path الاريدة مثلا فانقول انا اريد اروح لهذا الفولدر اللي هو الفولدر رقم 11 اللي هو بيه المحاضرات مالاتنة اكو طريقة للانتقال اليه يا اما مباشرة اروح منه وادور عليه اللي هو new folder بالـ desktop رح اقول اروح وين هنا رح اروح على الـ desktop هاي desktop اروح على new folder 11 double click واختار اقوله select شوف طلعلي كل الفولدرات اللي اني موجودة بهذا الفولدر هاي طريقة طريقة اخرى شلون اقدر اخذ الـ path mat منها كأنه لينك هذا استنسخه اقول لك copy اجه هنا وين استنسخه اهنا بهاي المنطقة رح اقول له هنا السقلية وراح ادوس انتر من ادوس انتر شوف انتقل لهذا الفولدر هاي فد نبضة بسيطة عن الـ windows الموجودة التابعة المن التابعة للماتلاب بقد شغلات بسيطة اخرى اللي لازم نتحلمها بالبداية مثلا انا كتبت هواي شغلات بالـ command window وريد امسحها لان صارت هاسا اكو شغلة سريعة جدا لمسح الشاشة مع الـ command window اللي هو اكتب CLC مجرد CLC بس ادوس انتر راح تنمسح شنو؟ تنمسح الشاشة كأنه مالة من؟ مالة الـ command window لكنه بالحقيقة المتغيرات لو تلاحظوها متغيرات بقت موجودة تشوفون؟ تغيرات بقت موجودة ما تغيرت لكن اذا اريدت امسح المتغيرات شا اقول له؟ اقول له clear امسح للمتغيرات مدرد ادوس انتر راح تلاحظون انه جميع المتغيرات لهنا المسعد وبهاي الحالة اخذنا مقدمة بسيطة عن موضوع المعرض